هذا وأكد سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن معالي شيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم استطاع أن يروج لمملكة البحرين بصورة متميزة في سباقه الانتخابي نحو رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم وقال سموه لقد تمنينا أن يفوز معالي شيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة برئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم لإيماننا الشديد بأن البرنامج الانتخابي الذي قدمه كان الأفضل لاعتماده المباشر على تحقيق أعلى درجات النزاهة والمصداقية للبنظمة الدولية بالإضافة إلى ما تضمنه هذا البرنامج من نقاط كثيرة ستسهم في تحقيق تطلعات الكرة العالمية وإعادة الثقة فيها ووحدة صفها وضف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بأن معالي شيخ سلمان تمكن من وضع اسم البحرين على جميع صفحات الإعلام العالمي وساهم في الترويج للمملكة وجعل أنظار العالم تتجه صوب البحرين لعرض إنجازاتها الكبيرة في مختلف الأصعدة خاصة في الجانب الرياضي وما تتضمنه من كوادر وطنية قادرة على قيادة مختلف الاتحادات القرية والعالمية وكشف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن معالي شيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة قادر على مواصلة العمل وتحقيق الإنجازات في الاتحاد الاسيوي عبر تطبيق سلة من الإصلاحات بل إضافة إلى كونه نائبا لرئيس الاتحاد الدولي عن قارة آسيا ويمكنه المساهمة في إصلاح الاتحاد الدولي لكرة القدم وأعرب سموه عن تمنياته لمعالي شيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة بالتوفيق والنجاح مؤكدا أنه قدم صورة ناصعة عن مملكة البحرين وكوادرها الوطنية كما أعرب سموه عن تقديره لكافة الجهود التي بذلت من مختلف الجهات لدعم هذه الحملة الوطنية موسيقى